ديوان الخدمة المدنية أصدر مدونة للسلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المدونة أصدرت بتوجيهات من مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء وعدد من الجهات الحكومية تضمنت المدونة التزامات الجهة تجاه الموظف والتزامات الموظف العام وتضمنت أيضا قواعد التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي طبعا أسئلة وايد في بالنا حول المدونة بيجيب عليها الأستاذ هيثم علي ناس رئيس قسم أداء وعلاقات الموظفين بإدارة أداء وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية مساء الخير أستاذ هيثم هلا مرحبا مساء النوب الشيك بداية أستاذ شنو أهداف مدونة السلوك الوظيفي اللي أصدرها الديوان مؤخرا نعم في البداية أحب أشكركم على إتاحة الفرصة لديوان الخدمة المدنية بالحديث عن تطبيق أحكام مدونة للقواعد السلوك الوظيفي وإخلاقيات الوظيفة العامة طبعا تهدي هذه المدونة في إطار توجيهات مجلس الوزراء بهمية الاستحداث مدونة للقواعد السلوك الوظيفي لجميع الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بهدف إرساء معايير إخلاقية وقواعد أساسية لأهداب الوظيفة العامة طبعا كما تهدف هذه المدونة إلى إرساء قيم وثقافة عالية لدى موظفي الخدمة المدنية والتعزيز الاتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم وتغسيخ أساس الممارسات الجيدة وذلك من خلال توعية موظفي الخدمة المدنية وتوجيههم نحو الإخلاقيات الوظيفية السليمة وأضطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في الخدمة المدنية والمنسجمة مع القوانين والأنظمة السارية وكذلك من خلال بيان واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ودورهم وتحسين الخدمات تعزيزا للمصداقية بالخدمة العامة استاذ يمكن أكثر شيء يعني لفت انتباه الموظفين هو فيما يخص أجهزة الإعلام وسائل التواصل وذلك من خلال المحافظة على أسرار العمل وعدم نشر أو لدلاء بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل أو بسياسات والسراتيجيات جهة العمل إلا بتصريح طبعا من الجهة المختصة وأود أن نوه في هذا الصدد بأن الحسابات الشخصية للموظفين العاملين في الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط وتغريداتهم لا تمثل موقف الجهة الحكومية التي ينتمون إليها استاذ لفت انتباهنا أيضا في المدونة أن المسمى الوظيفي في الحساب الشخص لمواقع التواصل الاجتماعي يعني ممكن يعرض الموظف للمسائلة هل الذي فهمناه صح يلي توضح لنا هذه النقطة؟ صح سؤال ممتاز وفي محله فقد أجابت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وإخلاقيات الوظيفة نفسها بالنسبة على الموظف أن لا ينشر في ملفات التعريف الشخصية به المنصب أو المسمى الوظيفي وبيانات الاتصالة الرسمية الخاصة به في العمل لأغراض المراسلة أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فهذه التفاصيل متصلة بعمله فليست ملكا له في حياته الشخصية ولكن هنا الإجابة على سؤالك استاذة يعني لا حضر على الطبيب أو المهندس أو المعلم أو المذيع كشخصكم الكريم أو غيرهم من الوظائف التي تدع بها في الملفات الشخصية وإنما تفاصيل للوظيفة وبياناتها ومواقعها التنظيمية فلا يجوز ذكرها فيها الحساب الشخصي فإن حدثت جازة مسألة الموظف التأتيبية نعم، سيدة شنو أبرز الحقوق التي منحتها المدونة للموظف العام في مجال السلام المهنية؟ أبرز هذه الحقوق للموظف الحق في أن يعلم بشكل مفهوم وكافي تفك الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها بسبب العمل بما في ذلك الآثار والعكاسات الصحية الناجمة عن هذا التعرض والحصول على التدريب الملائم لتلافي هذه الأخطار إضافة إلى هذه الحقوق للموظف حق الحصول على مختلف معدات والتجهيزات الحماية الشخصية المحددة للوقاية من التعرض لهذه الأخطار وأي خدمات والمتطلبات الصحية ووقائية ذات الصلة بالحماية دون أن يترتب على ذلك أي تكلفة مادية كما يجب على الموظف الابتعاد من تلقاء نفسه عند التعرض لخطر وشيك للوقوع بشكل يهدد سلامة الصحية وأختم هذه الحقوق طبعاً بحق بلاخل ديوان الخدمة المدنية إذا اعتقد الموظف وجود قصور في إجراءات الصحة والسلامة المهنية المتبعة في مكان عمله انظر إلى هذه الحقوق التي يزدهر بها الموظف في مجال عمله وفقاً لمدونة قواعد السلطة نعم أستاذ الآن يمكننا السؤال الأخير الذي يفرض نفسه هل شون المدونة تضمن حق الموظف العام في الدفاع عن نفسه في حال تعرضه للمسائلة من قبل مسؤول المباشر خاصة أن يمكن أحياناً المسؤول مثلاً يفهم الموظف خطأ أو يصير فيه سوء تفاهم شون المدونة تضمن حقه في الدفاع عن نفسه طبعاً سؤال وجيه وما تضمنه بس المدونة فحسب بل أن الضمانات متوفرة للموظف تقوة القانون القانون الخدمة المدنية رغم 48 لسنة 2010 ولأرحاد التنفيذية الصادر بالقرار رغم 51 لسنة 2012 يعني نصت نص صراحة في المادة 22 بنت خمسة من القانون لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع قواله والتحقيق دفاعه وكتابه فمن هذا المنطلق فنحن نجب أن ننوه لكافة الرأساء والمسؤولين فإنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف قبل إحالته إلى المسائلة التأذيبية من خلال لجانب تحقيق عادلة تترأسها بكل نزاهة وشفافية إلى جانب لنستغرض أن لجانب التحقيق أوصت بنتيجة نهائية بالإدانة لم يضع حق الموظف في هذا الصدد إنما في قانوات قانونية أخرى يتوجب على الموظف اللجوء إليها منها اللجوء إلى لجانب التظلمات بالتظلم على القرارات التي مستحق من حقوق الوظيفية والمتعلقة بالجزاء الذي يتغسب عليه الذي يرى بأنه يستحق اللي نستغرض أنه لو نلد نفسه ما أنصفته يقدر أن يلجأ للديوان والقضاء الأستاذ هيثم علي ناس رئيس قسم أداء وعلاقات الموظفين بإدارة أداء وعلاقات الموظفين في ديوان الخدمة المدنية شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة